استكملا الجزء اللي فات من اول سطر في سورة صاد والنصاد زي ما هلنا والقرآن الكريم يتحدث عن الذكر الحديث كما جاء في سورة الانبياء ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوهم وهم يلعبون لا هي تنقلوبهم فالقصد ان اي ذكر او فهم او رسالة من الله تأتي على لسان اي عبد رسالة الدين الصحيح ستجد لها من ينكرها ويستهزئ بها ويسخر منها وده قدر الرسالة الصحيحة وده قدر الدين الصحيح وده بكلام ربنا مش بكلامي ان القلة القليلة هي التي تتبع الهدى والاكسرية لهون وكلهم في غمرتهم سهون وكل واحد مغتر وفرح بما اتاه الله من كلمتين اراهم هنا او شيخ قال له على حاجة ومش وراء طيب نسينا كلام ربنا وحطنا على الرف زي ما قلنا فبنقول صاد والقرآن زي الذكر بل الذين كفروا بهذا الذكر في عزة وشقاق في عزة ليه لانه هو مستكبر عن قبول الحق هو اما في قلبه كبر او غرور او اغترار بما اعطاه الله من كلمتين او بما رسرته في الحياة انه هو يعني خلاص الرجل يتعلم على ايد فلوان وايد حلان وخلاص وصل من العلم ارزله وبقى حاجة وعلامة الفهامة ونسي ان العمل الصالح لا يرفعه الا الله ويرفع الدرجة هو الله ورافع المقامات هو الله المهم بل الذين كفروا بهذا الذكر وهذا التأويل الصحيح الذي سيؤتيه الله على يد عبده المهدي في عزة لانه هو زي ما احنا قلنا في قلوبهم مرض استكبارا من عند انفسهم عن قبول هذا التأويل ليه التأويل لان التأويل الصحيح هيجي يهد اركانهم ويزلزل عرشهم ويمسح عنهم هذه القدسية اللي هم اخدوها دون وجه حق وابتدعوها من عندهم واصبح ليهم هالة كبيرة بعدت الناس عن دين ربنا واصبحوا يمثلهم بقى الوسيط اللي بيتكلم بلسان الحق دون اذن من الله واشقاق لانه هو مش هيسكوته بكده وبس لا ده هيحاولوا يحاربوا هذا الفكر الصحيح او هذا النداء اللي ربنا بعتوا ليهم على لسان اي حد وعلى لسان المهدي خاصة في اخر الزمان عشان واحد بيقولهم تعالوا اجدعين ارجعوا لي الطريق الصحيح طريق ربنا القرآن وهما يقولوا له هو انت هتفهم في القرآن اكتر من الشيخ بتوعنا هو انت مين علمك الدين هو كل واحد هب ودب يبقى رجل دين لو انتوا بتقولوا الكلام ده تبقوا روحوا اسألوا سيدنا نوح كانت اتعلم فين ستنا مريم كانت اتعلمت فين وهي قاعدة بتتعبد في المحراب مين اللي اعطاها الرزق ومين اللي اعطاها هذه الهالة النورانية اللي خلت سيدنا زكريا يستغرب كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وهو حد يفتكر ان الرزق ده كانت الملاكة بتجيب لها رز بلبن وتفاح وفواكه الرزق هو في التعبد في المحراب وفي التفكر في ايات الله لانه هو اسم الوهاب المهم بل الذين كفروا فيه عزة وشقاق كما اهلكنا قبلهم من قرن لما ربنا سبحانه وتعالى بيحب يفكرك بالقرون السابقة اعرف انك انت قربت تبقى سنة ربنا في القرون السابقة بدأت تتحقق في القرون اللحق يعني لما انا اقول لك انت منتاش فاكر زمان اللي حصل لفلان وفلان وفلان ده معنا ان انا بقول لك خد بالك انت مقدم على هذا الحدث انت لو فضلت ماشي زي ما انت ماشي هتلبس في الحطة زي اللي فاته كما اهلكنا من قبلهم من قرن فنادى ولات حينما ناص ودي دعوة للتفكر والتدبر عشان تدور على القصص بتاعت قوم عاد وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح والاقوام السابقة ازاي الرسل كانت بتيجي تنصح بس مجرد النصح لا بياخدوا فلوس ولا بياخدوا اجر ولا بيبنوا عمرات ولا عايزين شهرة ولا بيطلع في الفضائيات والعامل ولا مسوي كل الحكاية كان يقول له انا ناصح امين عايز تعمل كذا اعمل كذا مش عايز تعمل كذا ما تعملش كذا هي دي الدعوة الصحيحة ودي الرسالة الصحيحة على جميع الرسل وهو لو سدنا النبي موجود دلوقتي مش هيعمل غير كذا هيقول لهم اللي انتو فيه ده ضلال وارجعوا لكتاب ربنا مش هيقول حاجة غير كده تخيلوا بقى لو النبي انا تخيل لو النبي عليه الصلاة والسلام ظهر في وسط هؤلاء المدعين كذبا ان هم يتبعوا ويتبعوا صنته لو قال لهم الكلام اللي انتو بتقولوا عني ده غلط وانا ما قلتوش والله ما هيصدقوا والله ما هيصدقوا المهم فنادوا ولات حين مناص خلاص انتهى الموضوع لسبب بسيط جدا لان ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بعباده نزل لهم امام مبين اللي هو القرآن ونزل لهم كتب اخرى اللي هي الانجيل والتوراة والتوراة فيها تفصيل لكل شيء ولكن اليهودي ما ارشك توراته الانجيلي ما تدبرش انجيله القرآن اهل القرآن اللي من المفروض يمسكوا القرآن سابوا القرآن عرف ومسكوا في الخزعبلات والمورسات وعجبوا وطبعا ده شيء عجيب جد انجاهم منذر واللي يقول ان المنذر هو الرسول قولنا قبل كده ان ما فيش مترادفات في القرآن بمعنى ان كل كلمة ربنا حاططة لها معنى فكلمة النزير غير المبلغ المبلغ ده واحد جاي عرفك الموضوع من اوله انت ما تعرفش حاجة عنه فجاي بلغك رسالة النزير هو الذي يأتي قبل وقوع الكارثة يعني انت ماشي في الطريق فخلاص في حد عرفك الطريق اللي هو الرسول ادك الكرآن وعرفك ان فيه اله واحد تعبده دون واسطة ده دي الرسالة طب ان انذر ده من رحمة ربنا قبل وقوع العذاب لان انت ما تدبرتش ولا ذكرت ولا روحت المدرسة الكرآنية عشان تذكر فيها فانتغافل لغاية اللحظة الاخيرة اللي هتصعد في الامتحال من رحمة الرحيم الرحمن الرحيم انه يبعث لك حد يصحيك في الآخر اللي هو هيكون عبد الله الامام المهدي اللي ربنا هيجعله قدروا انه ينصح الناس ويكون بمثابة رسول اخر الزمان طيب ماله ده جاي منذر هينذرهم من ايه هيقول لهم خلاص القامة قربت يا جماعة هيقول لهم خلاص جماعة طارق جاي على دماغيتكو هيطربها على دماغيتكو اقول لهم يا جماعة رجعوا ربنا قبل فوات الاوان ده انتوا سايبين ربنا خالص ده انتوا سايبين كلام ربنا ومتابعين مورساتو خزعبلات وشوفوا حالكو بقى ايه متفرقين طواقف ومذاهب وخربتوا بيت الدين وخربتوا الاسلام وبقى شكلنا مسخة المسخ ما بين الامم وقال الكافرون الكافرون مش معنى انه كافر مرتد والكلام زي ما الشيخ والتصطيح العقول اللي حصل ده الكافرون بهذا الزكر الكافرون بهذا الاسلام الكافرون بسنة الله في كونه وخلقه هذا ساحر كذا طبيعة اي بنا ادم غافل او طبيعة اي مجتمع جاهل تربع على اشياء معينة وموروس معين استقر في وجدانه لو واحد جيه يصحح مفهوم يقول له ده ساحر ساحر ده ازاي ادر يسحر عقول الناس دي ازاي ادر يعمل الكلام ده لانه ده شيء غريب جدا عليهم وده المنطقي ده المنطق لما يبقى فيه مجتمع جاهل ويظهر فيه حد متعلم او متنور او عنده بيّنة من عنده ربنا سبحانه وتعالى ويلقي بها في هذا البحر لابد ان تحدث صدى لابد ان يكون فيه موج كبير طيب المنطق والعقل بيقول ايه لو اذا يا ايها الذين امانوا ان جاءكم فاسقون بنبأ ده ربنا بيخطب المؤمنين على فكرة ان جاءكم فاسق بنبأ ما بيخطبش الكفار ان جاءكم فاسقون يعني اي حد جاي يقولك اي حاجة فتبينوا روحوا وراه وشوفوا الكلام الراجل بيقولوا ده صح ولا غلق فانا بقولكو الكلام اللي انا بقوله راجعوا ورايا في القرآن وتدبروا القرآن من اوله جديد لا تسمع لشيخ ولا تسمع لحاجة اذا كان الهدى بييد ربنا وانت مقتنع ان الهدى بييد ربنا واحده لو انت مقتنع كده وعندك ثقف كده اعمل اللي انا بقولك عليه ما عندكش ثقف كده اعرف ان المعادلة اللي انت تعملها مش ما يزبوط وهنقعد نجادل انا ما بحبش الجدال قل جاء الحق من ربكم فمن شقف اليؤمن ومن شقف اليكفر انا مؤمن بكلام ربنا ومسدق كلام ربنا ومسدق ان ربنا بيسمعني ومسدق ان ربنا بعد السوحد وهو لا يديني ومسدق ان ربنا اداني عقل عشان اوصله لي اللي هي من اللي سيدنا ابراهيم ما جعل عليكم في الديني من حرج يعني ما تتقيقش ولا تستحي انك تسأل اي سؤال بدءا من ازاي السمة خلقت لازاي رب بتحيي الموت زي ما سيدنا ابراهيم عمل لو انت ما عندكش الثقة في الكلام ده خليك زي ما انت احنا بنكلم الناس اللي عايزة تفهم ايه اللي هيحصل والاحداث اللي هيحصل فيه في الزمان من خلال القرآن مش من خلال حاجة تانية لما من خلال دعاء معرفة او علم احنا بنحاول بس نقرأ ما بين السطور في كتاب ربنا وبنسأل ربنا الفضل اجعل الاليهة الها واحدا ودي رسالة الامام المهدي اللي جاي يقولها من ضمن الرسائل يعني اللي هي جاي يؤكد ما ما جاء في القرآن لأن القرآن يفسر بعضه بعضا اجعل الاليهة الها واحدا اه جاي يقول لي يا جماعة الخير اليهودي زي ما هو يتدبر توراته والانجيل النصارى اللي بيتبعوه يتدبروه يشوفه صح ولا غلط انا مش مطالب اقول لهم ده صح ولا غلط مش لما اعرف كتابي الاول مش لما اقرأ قرآني الاول وافهم ايه صح ولا غلط والمسلمين ارجعوا للقرآن اللي هو الاصل تبقوا ارجعوا تاني الكلام التاني عموما ادي تاني حلقة خلصت ان شاء الله باذن الله ربنا دينا طلط العمر